أتعبت في تربيتي خلوقي وأدابي وكذا راحاتي نوعتني دربي نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي مرحبا 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 بكم في عدد جديد من حصتكم أولادنا تحت جنحنا الأولياء عندهم تساولات عديدة ونحن نجيبه المختصين باش نجاوبكم على هذه التساؤلات هذه باش تربيوا أولادكم بالطريقة السليمة أولادكم اللي هم أولادنا ورهم تحت جنحنا كذلك موضوع اليوم موضوع مهم هو موضوع الختان ونحن في شهر رمضان المعظم الناس تحب تقتنوا أولادها ولكن نحن اليوم مع أخي سائينا نتكلموا على الختان هذا كيف يكون وقتاش أي سنة شحال يكون التفل شحال في عمره والسنه كيفاش المكان اللي يندلوا فيها الختان من الجانب الديني الجانب الاجتماعي رح ينجاوبوا على قلة سينات عكم واليوم رح يرافق لي الإمام طهري عبد البسط المعروف بي عبد البسط الجزائري تفضل أستاذ مرحبا بيك مرحبا بيك مرحبا بيك أستاذ تفضل 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 شرفتنا شرفتنا أستاذ تفضل تفضل كذلك رح ترفقني الطبيبة مختصة في جراحة الأطفال دوادي ريم تفضلي مادام تفضلي مرحبا بيك شرفتنا مادام مرحبا بيك مرحبا بيك الله يخليك مرحبا بيك مرحبا بيك ومعنا كذلك السيدة حريش عمينة أخصائية اجتماعية في شؤون الأسرة والطفل مرحبا بك مدام مرحبا بك شرفتينها شرفتينها مرحبا مرحبا معنا كذلك تجربة حية في كل مرة نجيبه ولي أمر اليوم معنا الأم صارحي ليلى مرحبا بك مدام مرحبا بك فضلي مدام شرفتينها 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 في كل حسن استدفوا طفل ولا طفل يجي دل واجبات المدرسية تاو في هذا المكتب الجميل اللي وجدناه ولوليوم معنا الطفل زكريا 8 سنوات تعال 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 زكريا مشارك وليدي لا بل زكريا مشارك ما حال في عمرك 8 سنوات تقلناها ما حال في سنة تقرأ سنة الثالثة ما حاجبت المعدن 17 هايل هايل وليدي برافو منظم في مرجمات المدرسية تاوك وليحتي يقول لك رح تقرأ تقرأ وحتك نظم وقتك وكامل تلعب شوية في نهاية الأسبوع نهار الجمعة وليس بتلعب شوية مع أصحابك وكامل ولكن تدرس تعال فتنظم وقتك برافو لدي برافو إذا نروح للمكتب هذاك دلواجبات المدرسية تاعك انتم يا أدفال كذلك هذا هو الوقت اللي تروحوا فيه دلو الواجبات المدرسية شكرا 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 مرحبا بكم مرحبا بكم في هذا الموضوع هذا هنا الختان والطهارة كما يقولوا جزء لا يتجزأ من المجتمع الجزائري يعني شيء معروف وكامل ولكن رأنا اليوم هنا باش نوضح للناس بعض التساؤلات يعني عنهم تساؤلات نجاوبوا عليهم شوية من الجانب الديني من الجانب الطبي من الجانب الاجتماعي وعدنا كذلك تجربة حية ماذا بينا نعرفوا هذا الختان هذا نبدأ بك سيد عد البسط الجزائري في من الجانب الديني حبينا نعرفوا هذا الختان هذا كيفاش يكون ووقتاش يكون والمحل تعوي يعني من ديننا الحنف بالفضل أستاذ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الجمع الطيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام الختان هو سنة سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسنة إبراهيم عليه السلام وأول من قام بعملية الختان هو آدم عليه السلام والذي أحياها إبراهيم عليه السلام وكانت موجودة في المجتمع الجاهلي هذا الختان كان موجوداً وكان سائداً وكان كذلك موجوداً في عبر يعني المجتمعات الإنسانية جميعاً وقبل أيام وقبل أيام قام بعض المسلمين واليهود بمظاهرات ضد منع الختان في ألمانيا هذا الختان هو سنة سنة وفي مذهبنا المالكي هو واجب سنة مؤكدة مؤكدة نعم ولذلك الإمام مالك لا يقبل شهادة غير مخطن أو إمامته لا يقبلها يعني السنة يعني جزء منه الرجولة لا يقبل شهادته ولا يقبل إمامته فبالتالي هذا الختان هو سنة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح خمس من الفطرة خمس من الفطرة أولها الختان ثم الاستحدات ثم نتفو الإبط ثم تقليم الأظافر ثم قص الشارب أولها الختان هذا الختان من الفطرة كما قال الإمام النووي رحمه الله الفطرة هنا مقصود بها السنة يعني من السنة أن يختتنا الإنسان عندنا في مجتمعاتنا الإسلامية بعض المجتمعات تخطن الطفل في سن أسبوعه الأول بالطفل سمعت بلي حتفل ويلاده نعم في أسبوعه الأول نعم ومنهم من يقول أنه كلما كان هذا الصبي صغيرا كان أحسن لكن عندنا في المالكية يقولون بأنه في سن ست سنوات سبع سنوات الأفضل والأحسن لكن هناك يعني الأحسن الأفضل أن الطفل الطفل عندما نخطنه وهو صبي ليس له تمييز لا يميز بين هذه عملية قد تؤثر فيه مثلا أو يشاهد الدم كيف يسير بضب أو يتألم فإنه ينسى بضب ولا يؤثر ذلك الختان في شخصيته أو في نفسيته بضب أما إذا كان كبيرا مثلا في سن ست سنوات سبع سنوات فإنه لا ينساه أبدا لا ينساه لا ينساه إذن فالأحسن أن يكون الختان في سن أصغر مبكر شوية إيه والله أعلم الله يبقى والحديث بقية الله يخليك الله يخليك دكتورة ريم دوادي مختصة في جراحة الأطفال حبينا أن نعرفه الناس يعني أغلب أغلب الجزائرين الأستاذ قال لك مليح أن الختان يكون في سن مبكر حبينا أن نعرفه هل الجزائرين يخطنوا ولادهم في سن مبكر وحبينا نتكلمه كذلك عن طريقة الختان حنا سمعنا بكري حنا سمعنا بكري بلي كان يخطنوا ممدر في السوق يعني يروح للسوق ويخطنوا يعني كارثة واحد يعيش واحد يموت واحد يعني كارثة كبيرة حبينا أن نعرفه اسكوا هاي اللي براتيك هدو ما زالهم بسكوا على بل بلي كي تصارى كمبليكاسيون رح يجيبوه لكم يعني حبينا أن نعرفه هل تلقاتك هذي في العمل تاعك هل سمعت بها هل يعني الجزائرين دركوا واعيين بلي لازم ياخد وليده للعيادة الطبية باش يكون تحت مراقبة وكامل ولا ما زالوا هكذاك يعني الختان شغول ألانسيان شغول بكري قال يجيب الختان كما يقولوا يجي الختان شغول شغول الحاجة اللي دركها غير مقبولة يعني طبييا وكامل ماذا بنا توضحين هذه الصورة أستاذا بسم الله الرحمن الرحيم مشكركم على هذه الاستضافة في هذه الحصة مرحبا بك يا دكتورة مرحبا بك أولا العملية الختان هي عملية جراحية يعني يعني عملية جراحية بالضبط يعني سامبليك لازم تمارس من قبل أشخاص جراحين جراحين يعرفوا ونويمين اكزاكتما لازم يعرفوا الاناتومية على الجهاز تانسولية على الطفل لازم يعرفوا وإذا كان سرعة مشكلة ولا حاجة كيفاش نداوي ويدلوا لازماناليز مقبل اكزاكتما لازم في مكان مختص داخل السبيتر وعقم يعني استيريليزي ولا اكزاكتما لازم سامبليك بكوت شوز يجب أن نقوم بالضبط يجب أن نقوم بالضبط لأن هذه العملية الجراحية هي أول عملية سيأخذ الطفل قادر تكون أول عملية وقادر تكتشفه في أغلب الحالات بعد أمراض الدم بمناسبة هذه العملية الجراحية الخيطان نديرو لبلاد لنقوم بالضبط ونطيحوا في أمراض من أجل العملية هذه نتوقع جميل 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 كما هنا لازم تكون في مكان مختص يعني مستحسن في المستشفى لأن المستشفى عنده إمكانيات نجد طباء تخدير نجد بلوك اوبراتور في البلوك اوبراتور لازم أقاد أكسيدان نجد بلوك اوبراتور نجد بلوك اوبراتور نجد بلوك اوبراتور في المستشفى والحمد لله مع هذا الأولى الأخيرة يعني نقصت 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 أول السبعينيات كما يقولوا والحمد لله على كل حال ربي ستار كما يقولوا لأن دركاء حتى الوقت تغير يعني الوقت تغير دركاء جاب للجراثيم أكثر الأمراض جراثيم تاعد دركاء معيش كمات جراثيم جنتي دركاء 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 من طرف أشخاص غير ملمين بالجوانب بتاع الأخر مايعفوش لاناتومي كمانصص في كيفاش تندر عملية الخيطان ماشي غن قطعوه نروحو كينا لزنفكسيون كيما ترقتوه الجراثيم تادر كماشي كيما نتعبكري مدد دونك ياوسي كينا دفوان طيحو في مضاعفة أخطر يعني دفوان لقدر الله يصاب قطع كامل جهاز تناسودي دونك ساو ساونتخان روتنتيسما بسيكوريك سور لوفان اي سور الفامي بالضبط يعني المرات مقاوة مم ديزاكسيدان أدستانس بوستوم يعني أدستانس يعني بعد عملية الخيطان بعد شهر ثلاثة ربعة قادر يتشكلوا مضاعفات دونك سيبورسة لازم العملية هذي تتندر وتتطبق في من عند أشخاص موكلفين دكتورة أحبيتني سيكسيك من الأحسن الطفل إحنا بكري كانوا يخطنو يقول لك ما تخطنوش كي تكون سخنة بزاف دونك حبيت نعرف هل كين فصل يعني اللي يكون مليح وباندرك العلم يتقدم على كل حال الطب يتقدم هذيب عليك بكري كانوا يجيبوا الخطان للدرد وكان لازم عنده 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 نخطنو في طيلة السنة طيلة السنة طيلة السنة طالما أننا نحترمو قواعد الخيطان فيما في أدوات معاقمة تعقيم أو تعقيم في أي وقت نقدم ومام أبري نمدو ندو 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 أشكري يرجع لعندكم الطفل للمراقبة ولا إذا كانت كانت الحمد لله يعني حالات غارما ونعود يرجع ندو من المشاركة من المشاركة للمشاركة السنة من المشاركة 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 لترجمة تمام أطلق المشاركة المشاركة 3$ هذيك بتع العملية تأخذها. داكور داك. لا بس إشتي خفزباصي. همينو اموه مدركة. خالك كي جا صغير. هم يعرفوا بلي ما يشفاش ديوانستيزيو لوكان. ما كي شوفوه باللي كبير فاتوا يعني كبير بزاف. لازم ديوانستيزي جنرال كي ما قلت بكبيره ممكن تكون يعني تكون عنده أثار نفسية على الطفل. لكنه عندما يفيق يجدو نفسه شخصا آخر في لحظة. في لحظة. يجبون هذي أوقع. في الختان لي حيكون صغير باش هاد الاثار هذي كلها ان شاء الله ما تكونش عنده ومده بيا من خلال هاد الحصة ونترك الجانب الزاملاتي لالبسيكولوج قبل ما يجي طفل للختانة تحضير نفسي سجو عوال تخيز امورطان من يجي من يجي صغير هكذا راح تتخطن فلو يكسبليكي فو مم دي شيما هكذا يتولا دانك سواء كيكشوز دان افنمان بيا بسكو دي فو يجو دي زنفان ننبريباري يجي ديركتو مرواح مصورو كل الارواح لاخر يجيبوه يعيطي سخا دانك يكتبو عليك ورح مصورو لا رح محجز صح دانكي فو ريمون شكرا 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 سيدة امينة حريش مختصة اجتماعية في شؤون الاسرة والطفل ما يقفناش باللي هذا استن فنومان سوسيال على كل حال في الواقع الاجتماعي الجزائري الختان شغول عرص انا نظن باللي ما نقدرش نخطنو ولدنا ولا بلا ما نعرضو وقع على فاميج ويفرحوا معانا وكامل كيما قال الدكتورة مليح اننا نرعي هذا الجنب الطبي باش هاد العرص هذا ما يتحولش الى كارثة ولا حاجة ولا اللي ندمو عليها وكامل باش وليدنا يكبر بطريقة سليمة ممكن يكون عندو عثار يعني على شهر ولا على سنين ولا بده بنا تكلمينا على الجانب الاجتماعي كيفاش الاسرة الجزائرية تشوف هاد الختان وشو مالي براتيك يعني وش تغير من بكرين دورك وكامل كيفاش الاسرة الجزائرية تعيش هاد الختان هاد اولا مرحبا بك يزيد بالحضر الكريم في هذا الجو احنا نتكلم على مناسبة سعيدة في قلوب كل المسلمين والجزائريين بالخصوص هي ختان الابناء وهذا خاصة في شهر رمضان الفاضي اللي نعتبره هو من الشهر المقدس من اشهر السنة نشوف انه كما ذكرت ساليفن هو شهر رمضان مع الخيتان رح يعتبر عيد بالنسبة للأسرة الجزائرية اذا اللي يروح يخطن لابن التاعو يدي الاستعدادات هاد الاستعدادات داخلة في العادات والتقاليد لكن احنا نتوقف عند الافراط في العادات والتقاليد احنا هذا رح يأثر سلبا على الاسرة كيف ذلك عندما نشوف انه زوجين يعني يا راجل زوجته رمضان بصدد الاستعداد لخيتان ابن وخاصة الى كان الابن الاكبر هو الاول في الاسرة يكون استعداد نقول استعداد مادي اكثر منه نفسي وفي هذا السياق ذكرت الاستاذ دكتورة الفاضلة انه لازم نحضروا ابنائنا عندما ان الطفل اللي رايح يقوم بعملية خيتان وهي عملية جراحية لازم نحضروا نفسيا احنا للأسف عندما نريد انه عاقب ابنائنا نقول له سكت ولا نخطنك ولد عقوبة يعني ويخيل له انه سكين الى اخره يعني ونشوفها ستقوني يعني في 2017 ونشوفه نعتبرها باللي ظاهرة سلبية جدا ونشوفه احيانا يكونوا يعني الوالدين مثقفين ومتعلمين ويرتكبوا هذا الخطأ الفادح يعني يشوف التحذير النفسي يتجاهله مش نقوله كذلك هو هذا الطفل عندما يشوف دائما الجو مليح العادة نعرض الاسرة ونحضر لكن هو يشوف انه الناس رايحين وجايين والغاشي في دارهم يقول لك ماذا سيحدث لي يطرح سؤال يستغرب هذا الجو يعني جو السعادة مليح جو اننا نلتقي الجو الاساري هذا معروف به الجزائري انه في المناسبة رايح يفرح معه جاره يفرح معه خوه لكن لا نتمادة كذلك نتكلم من الناحية المادية عندما يكون إفراط والتبذير وإصراف من أجل خيتان ابن وأحيانا لأمهات ونخاطبهم ونقول لهم أحيانا لأمهات يكونوا سبب دكتورة في تعطيل خيتان أبنائهم عندما تقول لك أنا ما نخطيش الابن التاعي ما نشواجدة ما نشواجدة أنا ما نعرف شواجدة صعب 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 أنا ما نعرف شواجتي يعني وجتي وجدي ابنك نفسيا ونخيتان سنة يعني انطهار كما يقولون طهارة أوليدنا وكامل وخلاص وجديل وديليل وأنبيلة شوفي أختاري أين وشما العيادة والمستشفيات الحمد لله موجودة وعندنا أخي صائيين نحمد الله هذا كل شي يكون التحذير نحن نشوف أنه تعطل تخلي ابنها يوله ست سنين والدكتورة يعني أدرى مني بالمضاعفات والشيخ من الناحية الدينية كذلك قطة تفسير نشوف أنه يتعطل لهذا الخيتان اللي هو سنة ونعتبره ضروري بسبب عادات وتقاليد وأطر ثقافية يزيد بالية إذن نقول للأمهات رفقا بجيوب أزواجكم وأحيانا يزيد يصرى مشكل عائلي وأساري بين الزوجين يتحب تدير الأصال وتحب تدير العشاء وتحب تدير أم لا أستطيع بعض السهادة وين بعد وشيسرى الأدهى أنه يتحول هذا الفرح إلى قارح ويقول لي تزعف وتغضب وتروح لدارهم وهذا كتفل يقعد ضحية بين سراع وساري ويحس روحوا هو السبب وهذا راح يجور موراه والله غير أحيانا صدقوني ماشي وقت الفرح نقول هذا الله يكونوا موضوعيين موضوعيين اللي عنده معليش أنه يباني عليها أثار نعمة الله يعني النعمة لازم تباني على مولاها اللي عنده معليش ولكن أنت ما عندكش معليش هذا الشي ماهوش ماهوش ميزان لشخصيتك ولا لتقلك في المجتمع ولا الإنسان الإنسان باش يحبوها الناس كمال بأخلاق وبالمعاملة نتاعه وكمال يعني الإنسان باش تبين هذيك المظاهر هذيك في أشياء كما هذه اللي هودا خيتان يعني مسألة دينية وإن ابنا راح يكون مختن على السنة وكامل ما كلاه أن نروحوا لهذيك المصاريف هذيك اللي يعني ما عندهاش ماهيش موضوعية ماهيش موضوعية وصدقني يعني في نهاية تدخلي يزيد نشوفوا أنه رغم التغير الاجتماعي الحاصل نشوفوا هذا التغير الاجتماعي مع التطور مع نشوفوا قاعات حفلات متعددة نشوفوا عادة جدد إلا أنه هذا روي أثر في سلم القيم الموجودة في المجتمع الجزائري بضب لأنه زمان كان يكون خيتان ويكون ببساطة الآن أصبح يخلق نوع من الفتنة يعني تقول لك نوع من التباهي وليت جارتي ندار له حفل وندار له عرص ونائبني لالا يعني هذا الأمور ريتأثر سلبا في تماسك الأسرة الجزائرية اللي هي نواة المجتمع الجزائري شكرا 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 استدعا سيدة صالحي ليلى أم أم ركي معنا تجربة حية سمعته واش تكلمنا مع الزيوف الأفضل كيفاش كان الخيتان تاع وليدك كيفاش ختنتيه يا هل ترى كان يعني نفسيا في الدار التحضير لابريباراتيون كانت طويلة مش طويلة هل كان خممته مقبل قال نختن وليدي العمل جاي ولا هل كانت هكذا سبونطانيما يعني بطريقة تلقائية وهل يعني درته عرص كبير يعني كان لازم أنه جبته الأهل وكامل وفرحته به وكامل ولا يعني كانت حاجة عادية وكامل ماذا بينا تهدرين على التجربة الشخصية تاعك السلام عليكم مرحبا بك أنا جدا سعيدة بوجودي بيناتكم هنا في هذا الحصان شرك برك الأخي يزيد على هذه الاستضافة كما تفضلوا وقالوا الخيتان في بلادنا كل واحد كيفاش يشوفوا صح كاين يشوفوا عرص كبير وصروء مصروف وكاين يشوفوا من جانب الديني وكاين يشوفوا كذلك من جانب طيب يخطك شكاين أهل لطبيب يقولهم لازم الخيتان ديفوه في بداية هو دراسات أثبتت الدراسات باللي تفل مختن يعني يكون أكثر صحة تفل مام حتى ولو كان الأهل ما نشي قاعنا ويني خطنوا ما لازم لازم الخيتان بس كو ديفوه لزينفكسيون وهذا الشيء يتعرفون الدكتورة بالنسبة لي أنا صح أختي أنت وليدي ماشي في سن مبكرة كنت حابا أختيناه في سن مبكرة كنت حابة نختنوه في سن مبكرة في خمس سنوات خمس سنوات كبير شوية كبير شوية وهي هذا بسبب تخوفي سبب تخوف تاعي تاع كنتي ولا تاع هو؟ تاعي أنا هناك أم كنت شوية خايفة نقوله ما زاله صغير ما زاله صغير يعني كنت متخوفة شوية كنت متخوفة كي زاد درت له عقيقة كان ابتاع يقولي نختنوه كي كان في عمره سبع أيام قلت عن قوله صغير 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 عطلت 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 عمد كي الحق خمس سنين كان دي جاب بداي كانت متخوفة كانت متخوفة فقد قلت لابتك دي سيديت في شهر رمضان ليلة 27 كنت أحبت في شهر كارم شفت مع ميت سام قبل قبل شهر رمضان قلت له ناخد موعد معك واختنته في ليلة 27 في عيادة طبية الحمد لله ما كانش كومبليكاسيون لا لا الحمد لله والله العظيم غير جازت ما شاء الله صح درت عشاء هكذا ما بين العائلة ديالي ما شكل حاجة كبيرة ما درت له شمان باع عرس والله ما درت له عرس يعني هكذا مقبلة هو يعني مش شعيب إنه الإنسان اللي عنده نعمة وقادر يدير طبعاً يدير حفل وين يعرض للأقاري بتاعه ويفرحوا معاه كامل ولكن كما قالت الأستاذة مقبلة كان الناس اللي في الإفراط روح يتسلف يروح يدير الدين يروح كذا هذك اللي حلم حبيناك حفلة صغيرة بسيطة مع الأهلا نهار دا درت الاختنتي درت عشاء عرضت للعموم والخوال ودرنا للجدات كانوا حاضرين حضروا وفرحوا ودروا لحنا دياله والحمد لله الحمد لله دكتورة حبيت نسخسيك قلنا مقبلة أصداقت لك خطن توليدها في خمسة سنين نظن بالله السن شوية كبير شوية نحن النصيحة اللي نعطوها للناس يخطنوا الطفل في العام واللول هي من المستحسن من المستحسن مشي الأيام الأولى مشي الأيام الأولى مش أي واحد يعرف في خطن مشوفوا بزاف حالات يرجعون لنا يتخطنوا في الأيام الأولى آه يخطنوا في الأيام الأولى ومبعد يفيقوا ومبعد يكبر شوية طفل نقول لك إنستيتيك بسكو طفل الجلد بتاع طفل نمو كبير يعني يتبقى له بزاف اللابو دكتور يسخوا بكو دونفون كيسخوا مبليجي كي يكبر شوية يعودوا يديرون لغتانا دونك هو السن الأحسن وش هو؟ بعد غير يبدأ طفل يمشي بعد لاشدرام يخطون للدراري اللي كان بعض الأطفال يجو شوية سمين شوية والأخر في المستحسن بعد ما يبدأ الطفل يمشي يعني 12 شهر طبري 10 شهر من بعد لاشدرام ماقش يعني بعد ما يمشي الطفل يبدأ الطفل يمشي كاين يمشي على 10 شهر كاين المهم كي بدأ يمشي شوية نقدرون وكاين في أغلب لهذه الظاهرة الجديدة اللي عندنا في المجتمع إنه العقيقة في الأيام السابعة نبكرين شوان ما كانتش عندنا هذي السابع يجي نوفوني صغير يجيبوا يقول لك نختنوا أوكي ميت تبياً مدح يكون يمشي هذي دخلت عندنا في المجتمع بكري سيتي دي زنفون يلحق ثلث سنين ربع سنين يتخطن علي مدركاً نفوى بلوز وم بلوز يجيبوا أولادهم سبع أيام واحد وعشرين 14 و 21 يوم ماحنا النصيحة اللي نعطوها لهم قولهم كي يمشي ولدكم كي يبدأ يمشي سنين سيبوري فيتي باش نتجنبوا هادوك اللي يعني باش تعودوا له ما تخطن شمليح بشكو سمعت بها بزاف يعود يرجع يقول لك تخطن كي كان صغر بزاف هو الأخر تخطن مراهيش مليحة يعاودي يشوفه الطبيب يلقى صح لازم تتعاود الغتانا هذيك لازم تتعاود دونك ما شباش عليها كي كان صغر دونك نار كلو الناس اختانا من مستحسن أنها تكون في الشهور الأولى تعلمشي تعطي تعلمشي تعطي أستاذ عبد الباصط الجزائري الإمام نشوفه الناس بزاف يحبوا يخطنوا ليلة 27 هل فيها حكمة ولا يعني الختان ما يهمشوا ولكن لاحظنا بالجزائري إن كان يحبوا يخطنوا ليلة 27 هل هناك حكمة من هذا؟ هو الظاهرة هذه توسعت كثيرا بالضبط قبل أن أجيبك أردت أن أقول كلمة ولو تفضل تفضل أستاذ إضافة إلى الأخت الأخصائية النفسية التباهي في هذه المناسبات أصبح الآن شيء أصبح واجب وتحدث عليها آثار سيئة في عرص من الأعراس ماذا كم دفع أحد الأشخاص من أجل بارود؟ سبعين مليون سبعين مليون سبعين مليون سبعين مليون تراب سبحان الله صداع شحل كان يقدر يوكل منها من عائلة فقيرة أو يكسي من يتيم هول كأنه زلزال صداع للناس تهوي للناس سبحان الله الأطفال الشارع المجتمع المجتمع ولذلك البركة البركة ذهبت أخص باركة لماذا؟ لأن الإنسان لو يشوف عرص أو زواج أو ختان أو كذا يقول ما شاء الله بضب لكنه أصبح الآن هذا العرص وهذا الختان تصحبه يصحبه الأذى بضب ماذا يقول هذا الإنسان؟ يقول عكس ما قال ما شاء الله سبحان الله سبحان الله أعود إلى سؤالك شكرا 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 بعض الأطباء يقولون بأن هذه الظاهرة الختان ليل 27 يكون فيها العدد التي يتخطنوا الأطفال عدد كثير يعني يؤدي إلى الاكتظار هذا الاكتظار يؤدي إلى عدم إتقان عملية الختان أو أنه يقوم بهذه العملية من ليس مختصا كما وقع في مدينة الخروب قسنطينة 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 في ألف ألف وخمسة يعني 17 نصابي كالتا منهم من بوتر جهازه التناسل ومنهم من ثم إنه الآن الآن في هذا الزمن الذي نحن فيه ليس كالماضي الماضي كان الكون طاهر بالضب كانت الدنيا طاهر الجراتيم كانوا جنتي نعم كانوا عقلين أن الحلاق 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 الموسى الذي يحمله في الحلاقة هو الذي يخطن به وليس هناك مشاكل قد تكون هناك مشاكل ولكن ليست بهذا الحجم الذي نحن فيه الآن رغم هناك أجهزة التخضير وسائل التخضير والأطباء وكذا إذن فهذه الليل 27 ليس لها أصل في الدين وإنما هي تعود الناس في رمضان ليالي المباركة وكذا يتبركوا بها نعم بركة نحن نقول لهم باللي يلحبوا يجربوا الاكتداد هذا نعم المستحب يكون في اليوم السابع قلنا المستحب وليس الواجب وبعد ذلك كما ذكرت الدكتورة سن المشي عام عامين سن المشي كذا إلى خمس سنوات إلى ست سنوات عندنا في المذهب المالكي يقولون بأن الختان يكون في سن السادسة أو السابعة وليس في هذا إشكال هي يعني تشوف من الجين بالطبيعي يعني اكتمال نعم يعني لما تخطن طفله هو كبير شوية يعني تتحكم أكثر في الأجهزة نعم نعم بالضبط بالضبط شكرا الأستاذ شكرا الله يخليك شكرا الله يخليك إن شاء الله تكونوا يستفرتم معنا من هذا الموضوع على الختان لازم تدوا ولدكم للعيادات الطبية المختصة ما تخطنوهم شوية نجات لأنه هذا قادر تكون عنده عواقب وخيمة وكذلك مشي شرط أن يكون تخطنوهم بليل سبعة وعشرين إلا كان اكتظاد وكاميرا خطنوهم لو كتي تحبوه ما تصرفوش بزاف إذن تقدروا توصلوا معنا عبر موقع الإنترنت ولدنا تحتجنحنا بوين كوم ولا صفحة الفيسبوك ولدنا تحتجنحنا سلام من حق إلنا درس ونتعلم حتى ننجح نبدو مجودة نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلدة نحب الجرية في كل مكان حق الرعب يزيدنا فرحة وكذا إلاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة من حق الطفولة صحة علم وحب وحنا لا مقهورة ولا مدلولة تلعب تحيا بسلم وأمان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان